اهلا بكم في عيادة الجلدية والتجميل معاكم الدكتورة اي هنتكلم عن شكوة عامة بين البنات والسيدات وهي ان وش مرهق ومجهد ومفوش نظارة هنعرف ايه هي الاسباب وايه هو العلاق اول حاجة في الاسباب هو الاجهاد طبعا لو سيدة وعندها مطالب كتير وشغل في البيت وشغل برا البيت فيبقى الاجهاد ده وتعامل اساسي في حكاية ان الوشة هيبان دايما ان هو مرهق ومجهد ومفوش نظارة تاني حاجة اللي تنوم او كتر النوم في مواعيد من اغبطة يعني هي لو مش مزبطها نومها ده برضو هيبان ان وشها مجهد تالت حاجة شرب المياه بكمية كافية يعني مفروض ان في الصيف بتشرب 12 كباية مياه وفي الشتاء بتشرب على اقل 8 كبايات مياه انما فيه ناس ما بتشربش غير لما تعدى شوفين ايه؟ رابع حاجة الناس اللي ما بتهتمش باكل الخضار ولا الفكهة يعني مفروض ان طبق السلطة ده حاجة اساسية على الصفر خامس حاجة زي التوتر والقلق سادس حاجة مثلا فيه امراض عضوية في الجسم او بعض الادوية اللي بتاخدها برضو بتسبب لها اجهد سابع حاجة الانيميا ونقص الفيتامين خصوصا بعد الحمل والولادة طبعا بيسبب انيميا وبيسبب نقص في الفيتامين طب هنعالج ارهاق البشرة ده ازاي؟ اول حاجة هنتجنب الاسباب السابقة وعلى فكرة تجنب الاسباب ديت من اهم الحاجات الاساسية في العلاج لان دايما الجلد هو يعتبر مراية الجسم من جوه يعني لو الجسم من جوه واخد راحته وكفايته من النوم ومفيش اجهاد ومفيش توطر بقدر الامكان واخد كمية كافية من الميا وكمية كافية من الخضار والفكة لاني طبعا بتحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات اكسادة عشان نظارة البشرة كل دوت هيبقى مفيد للبشرة وهينعكس على البشرة بشكل كويس والعكس بالعكس يبقى عشان كده الاهتمام بالنوم الصحي من 6-8 ساعات متواصلة في الليل وكمان يكون معاد سابت كل يوم تاني حاجة شربه مش اقل من 8 كبيات مياه في اليوم تالت حاجة ان احنا نهتم باكل الخضار والفكهة رابع حاجة لو فيه اي مشكلة او نقص في الفيتامينات تحاول ان انت يتعالجيها يعني لو فيه انيميا تعالجيها لو فيه نقص في فيتامين دل فيه نقص في فيتامين زي فيه نقص اي فيه نقص في الفيتامينات لازم ان انت يتعالجيها طب هل فيه حاجة تانية ممكن تساعد؟ اه هي جلسات النضارة جلسات النضارة بالميزوسيرابي وجلسات البلازمة ليل بي ار بي وجلسات الفراكشنال ليزر لنظرة البشرة وجلسات التأشير الكيمياء وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروا لصحابكم ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ريتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انزله ولو لك اي سؤال بخصوص الجلدية والتجميل ياريت سبولي في التعليقات وهارض علي شكرا